اشتركوا في القناة اما البلدة فهي مدينة جبنيانة او جهة جبنيانة بسفة عامة واشهر شخصية فيها هو ابو اسحاق جبنياني اللي عاش في اخر الفترة الاغلبية وبدأت الدولة الفاطمية وتعرض البرشة الاضطهاد يمكن من وقتها الدولة تسامت على المعارضة والنظام قفزا للمرحلة اخرى لما هب شباب جبنيانة الى نصفة مدينة اسفاقس ايام فرض 1881 ايام فرض المستعم الفرنسي وطلب من مدينة اسفاقس او سكانها باش يعودوا هكالكلمة الفرضها في مدينة تونس انا راضي باللي راضي بسيدنا محمد صادق باي ورفضوا هب جبنيانية وعاونوا اسفاقسية وصمدوا 16 يوم والحديث معروفة عليش خاتر جبنيانية تعز عليهم مدينة اسفاقس لانه جد ابو اسحاق وهو القاضي علي هو الاشرف على بناء صور مدينة اسفاقس العتيقة وعنده محرس لحد الان موجود اسمه محرس علي تعرفوا رمزية الجدار والمحرس في الذود على حرمة المدينة والدفاع نقفز للستينات ومحاكمة شباب جبنيانية مع اثاق تونس السبعينات مع العامل التونسي والنقابيين الثمانينات حديث الخبز التسعينات الليما جاء بن علي اصبحت المدينة كلها مهمشة وهم في التاريخ تونس ثم حدثين الخبز 84 لكن في جبنيانا ثم حدث الخبز 84 في جبنيانا ثم تاريخين ثم عنا الفين زيادة في جبنيانا سميناها احداث الخبز زيادة لما تم اعتقال تقريبا عشرة من شباب جبنيانا تليم ذا من معهد ثمانتاجان في غاديكا ذلك المعهد اللي نسميها قلعة النظام هذا الكل ولد شباب دائما ما يقبلش بالمسلمات يفكر بعقله يحكم بك الله العاقلة لماذا وكيف انا اذكر حتى ثم مسيرة خرجت من مدلسة ابتدائية في الثمانينات منتصورش هذا موجود برشة ويمكن معادة طفال الفلسسيين اللي تعلموا منهم مالسة تذيو تخرج منها مسيرة احتجاجا على الترفيع في معلومة تأمين وقتها وكسي الشعار التويرن في ذهني انا شاركت فيها صغير او من تسعة سنين تقريب زوالي ابو كبوس القرية بدأت بالفلوس وقتها برجاب يكباجح في مجال التعليم نوصلوا جبنينا زادا خرجت شخصيات كبيرة ان شاء الله ما ننسى حد خرجت اسماعيل حطاب اللي خلد ما لحمت الدغباجي خمسة اللي لاحقوا بالجرة ملك المتيراجي لاحقوا مولا العركة المرة مشهور الدغباجي وصولا الى لبنان عمان المختارة كانت غني كان الاغنية الهادفة جبنينا عزدي الحزقي ولده جوهر جبنينا انور دي البحيري جبنينا عرفها شيخ امام اللي اقام في منازيلها وغنى فيها محمدا بحر لازهر الظاوي البحث الموسيقي الحمام البيض لولاد المناجم جبنينا عرفها الحمام الهمام في يامات السرية ويامات العلن هذا الكل يولد ديمة شباب اجيال اجيل وراجيل يرضع من اذى امهاته ذلك الحليب النظال ولا ادل من انه يوم ثلاثة جانفة اربعة وثمانين الوقت عصر من بين الساعتين والاربعة كنت انا عشرة حديش عام مونير التومي ثلاثة اثناش عام طبيب الان ربي يوفقه حمى بن صالح موظف بالاكنام الان خمساش عام ربي وفقه والشهيد فاخر عند ربي خير الله يرحمه ثلاثة عام مزيلك احتفال بثناش عام ثلاثة يسمبر واحد وصابعين سمعنا مظاهرات من بعيد هو كان اكبر مني يخاف علي الله يرحمه وقال لي يزده وتمشي تروح ان الوالدة مش غادية عندنا قابت جلبانة في السوا مشتا تجمع فهم والوالد يخدم منظف بلدي قال لي توتمشي تروح انت سيخاف عليك مشاوهما خسن حمى وفاخر مونير تروح لدارهم حمى بن صالح وفاخر الله يرحمه فاخر الدين احنا ننديله فاخر احنا نتبع فهم انا اكشيتنا بتاع الصغرى محابيش الروح نتبع فهم لين وصلت نلجيهم في باب المستوصف بين المستوصف والمعتمدية عن المؤسسة بتاع البريد البرق والهاتف تقريبا كهو المشكلة انك وصلت من الوصلة نسمة كان في الكرتوش الحي لا شفت دخانة بتاع غاز لا شفت عصي لا شفت بوليسية ثم معادات تعزيز ماشي يحمي في القصر وكأنه مهمته جاء يحمي كان قصر المعتمدية واكبر دليل ان مسارتنا كانت مسيرة سلمية هي المظاهرة تقريبا شاركوا فيها بين 2000 و 3000 مواطن جاء مجهة الليساء جغرافيا شنو عرضها مقبل المعتمدية عرضها مكيوسك وستعرف الخطورة بتاع كيوسك وقعدين اداة سين الساس وقعدين المنزل المنزل الذي يصبح هناك رئيس مركز الشرطة وقعدين مركز الحرس وقعدين مركز الشرطة وقعدين مستوصف والبوسطة والمعتمدية يعني تعدى واعلا تعدى وبسيطة من المواطني هذا أكبر يعني أنهم خارجين في مسيرة سلمية أنا تذكر شعارين مفتحين مفتحين وخبز حرية كرامة وطنية أصياد من المنتظم كنت واقفة في باب مستوصف محتمي ما فرر كان بموعتم الغادي روف الزغيد اللي يا رحمه اللي من يعرفه خارج يجري مباحة للمعتم دية يالولاد يالولاد خوكم غتلوه وخوكم ضربوه كي تليت هنا يعني الجيلية البونية المريول البونية سربات مو الحمرة سرويل وصبات لا زرق ولا بيض هو مش هو المهم سامحوني بقيت نمشي بالخطوة نمشي 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 كل مرة نتأكد هو بصوط لعشان ميت ومشي وبدت نجلي وصلت فاخر 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 شيء ما ردش فاخر حطيت له رأسه على ركبتي نلقى دربة لنا بقى فقلوا ذنب الراس وحفرة ما عارش واجم جم طفل تقيمة تعرفه واثماشين عام يظهل يخرجتهم منا جدي من هيك المشكلة انه في الحالة هذه يعني ما عارش معلومة صحيحة ولا يكون حتى في الحروب بالموصار عنده حق الإسعاف وصلنا له نحنا وحبنا نسعفوه وانا شاده الكرتوش الحي يظرف في الكياس وفي الحات والتوى ثم ثقبة فيه هو مقابل المعتمدية في الباب الكبير متحمس شارع بورجيبة اللي مسمي باسم الجلاد لاحق اللي واتسماش باسم الضحية ثم ثقبة ونشكر مدين المدارسه كل من عام 84 قد ما عملوا تحسينات وترميمات لم يسدوهاش ومعندي مصورة وربما رافيه الكرتوش واللي يحب يسعفوه ومسيكن يوهر يتفرق يحس كيفاش تم اسعفوه كيف يفتلهم الذخيرة اكزع جبدوه الشباب فوز حسونة لوت في العطر مصرر عمان وهزوتارو بيه على درجة نارية واحد مصاب بكرتوشة في الرأس هزوه على موبيلات مجهود شعبي كما تعرفوا وهزوه الاسبطاء أنا دخل بكتل ثلاثة أيام دايخ نفيق وينو فاخر مات ندوه مذكر روحه وبيع ربني الوالد الجاني ممغم علي معنا في شبهه يودي شبيك شبيك وطورة وخوي ضربوه تجني الوالد هزل حجره وهد عليها للمعتم دي وينو لجتالي يولدي كان جاء عندما ذخرة حجرة وحتوقت له أنا متأكد على فكرة البارد تو تاريح الفراش عنده تقريبا ثلاثة أشهور يعليش؟ شار جد في السبطاء مدكات أشهور جد بحدها واحد في نفس الشام قال له تعرف ولدك يا فاشمات قال له أنا من الجماعي اللي كنت في البسطر مع التمديد قال له وتفاهمنا أحنا والأمن باش نوجة الوزوز ولا تليسة باش نفرقوا العباد وكال الاختيار في ولدك كالليش قتلوني كالليش ضربة فراس قنص أكثر واحد كان ينجم يموت مع فاخر الله يرحمه هو حمى بنصارح اللي كان بحذيه جنبين إلى جنب ويحكيلي أنه في الدوزين ميطاز من البالكون المعتمدية القناص اللي ضربة فراس اللي صار فيه برشة وتواولى مجمعاً عن طعام أمراض بعدها محلس فاقس باش يجيب الجثة محلس فراس يبقى بأنه الساعة في البرد والحربة متاع الاشتاير ما فيها سكين نتذكرها أنا صغير حتوا له هنا تركسوه ناحية برنوس يمشي الاسبيتار يجري يدير منه لا نعطيه كل الجثة تصور أبوه ينشي حفر كبار ولده بيديه ويشي الكفن حفر الكبار ويشي الكفن واحده ما هو تعمل التزام في المحك وعمل التزام باش ما يحضر حتى حد لا من العائلة لا ما سكانش بنيانة عمل التزام في المحك أعلم يساج مهم نوتين ولدي تخرج كالامبولانس من مدينة سفاقس جبنيانة جاية بين سفاقس والمهدي خمسة ستثنية كل متر على سفاقس ثم ساقية الداير تقريباً عشرة كيلومتر ويكلم المعتمد شرطة تساقية الداير باش يرجعوا لامبيلانس لا يزبط التفن غاد يمشي من غدوة باش يجيب الجثة من المشرحة تخل للمشرحة يلقى تقريباً تسعة جثث منطقين في البشم وفي دمهم كل واحد عملي لوتيكا بمساك كل واحد عليه اسمه حسب مجهوداتهم الله أعلم صحيحة أم لا أعطيوني ولدي لا هذا يجب فيه قرار من الوالي يروح ما حد التجاول يجب أن يروح مسكي سينوه يتعرض اللي تعرفوه كله موغدوة 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 أقصر عليه المسؤول على المشرحة رد بارد جداً قالوا يدفنوهم البارح نصف الليل يمكن واحد من الولاية وشرطة وجيش يدفنوهم في الليل أنا سميتهم سبعة رقود لا تعرف ستورة سبعة رقود في كل دولة موجودة لكن حقيقتها ليس موجودة في جبانة البدرانية خمسين كيلومات وعلى الجبنيانة في طريق يابس في الساقة الجنوبية ليس حتى نحن في الساقة الشامالي ستة وثلاثين واربعتاش قريباً خمسين كيلومتر تصوروا أنتم يدفنوا الناس انتصر في الليل في جانفي في عز البرد ريح ينفخ في الظلام تنجمك التيكة تكون تارت الوالدة وقتها ليس موجودة يروحوا بها أحبت لم ترى ولدها لم ترى لم ترى تقرى الفاتحة يا ربي لم ترى لم ترى لم ترى لم ترى لم ترى ربما نقل على فوز السلام أبناء الذي كان قبل ربما أحمل وربما غرباء موجودين هم كل في المقبرة تقرى الفاتحة ولم تتعرف ما موجود في بلدها أم لا بعد تتعرض في الكارة للرقابة ويذهبوا معها حرس ويذهبوا معها شرطة ويذهبوا معها شرطة أختي الكبيرة تقرأ زينا السياسة وقتها تعقدته وبطلت أنا بعدها أخذت الباك بمعدل بها في شعبة الأداب وحبت أن نقل شيء أخر لم ينصحني يقالي لو حاليك ركي عيلة لا تخدمش ركي عيلة ينقص من طموحه ويذهبوا ويذهبوا على مبتدائي على خاطر وقتها سيستامي وفاهم الدولة لكي تنتدم أخي يقرأ أخي رئيس المركز قال له لقبك بنشيد ويذهبوا أخي أخي نحن عائلة المعظم ونستمر في صغيراتنا الوالدة سميناه فاخر يقرأ في الليسي نحن أخي أسأل أسأل لها الشخصية المعروفة أسأل لها اللواجيس الذي يخدم بالمهدية وصفاقس يقول لكم من الستينات لم يكن أقل شيء أقل ما يمكن يوم لأنه كان مواجهات بالأمن وبين المواطنين خاصة 318 عام لا بد لأسباب محلية أو وطنية أو جهوية أو قومية لسينا 90 في ملجأ العاميرية 21 يوم في الحوض المنجمي زادة مساندة 20 يوم مات مات المعتمد والشرطة كل يوم يأتي إسمعوني سألقوا أحد منكم في المسيرات ونطعوا المساندة للحوض المنجمي لم يكن لكم لأنكم تضربوا أكسيدون أخي أخير 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 قال لي لا أعلم أعقد حتى أخير 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 أننا لم نعفل لم نعفل نعفل كيف الناس لم يكن لأن الأم يأتي عام والناس تفرح تحتفل والأم تعديه وبكاء والأب كان جمال الدار طريق الطريق في عراش البارح في مكان ما على فكرة وصاني يقل لي ما حاش تب شيء والدي يحاول هولي للجبانة تعبو صحاق في جنانة باش نقع لي فاتح في هذا السياق في هذا السياق بربي عندي مرتفية كتبتها البارح نصف دقيقة وهي تأرخ تقريبا هي مرتفية وتاريخية في نفس الوقت عام بأي حال عدت يا عام عام يحتير وعام يسرق مننا الأعوام فيا شعب من منهم الملام أفاخر وأنت الفخر اغتالوك وأنت غلام أفاخر وأنت الفخر في ذكرك قلوبنا تفتر أفاخر وأنت الفخر أتلوك ليحم القصر من خلف ومن قدام أفاخر وأنت المقدام لهم الخزي ولروحك السلام أفاخر وأنت الأكبر حميتني لازلت أذكر ليتك أخي ما فعلت كنت قاسمتك القبر أفاخر وأنت الشهيد عامهم أظلم وعامك عيد أفاخر وأنت المنارة اغتالوك الكلاب ليصبت من يدك الحجارة أفاخر وأنت البأس قنسوك الكلاب برصاصة في الرأس أفاخر وأنت الرهاف بذخيرتهم الحية حرموك الإسعاف أفاخر وأنت العزازة دفنوك ليلا وحرموك الجنازة أفاخر وأنت البناء قبروك الكلاب في ليلة ظلماء زغرد إجبنيانا وافتخري بما أنجبت من أبناء فالشهادة لنا كتبت ولتونسها كتبنا العصماء لتخلد فاخرا بطلا شوكة في حلق الجبناء ويسقى قاتلكي ظلا ليبقى عبدا للتعساء طلبت كما وصلتني العائلة كل فتح تحقيق من أجل معرفة كل من نفذ وأمر تنفيذا وفكرا طلبت بناء صرح في مكان سقوطه خاطب مجهود شعبي وميد روحة من حزب العمال مشكورين عملنا الخامة بسيطة لكننا نحبه نعم نعم وساحة باسمه وصرح مكان سقوطه اللي يخلل الذكراه في جبنيانه حوالي بسيطة قاعة القسم اللي كان يدرس فيها نسميها باسمه جبر الضرر ومعنى الماد والمعنى ويذاك أمر مفروغ منه للعائلة المصغرة لكن هذا هو نحب نخلده ذكرا الشهيد الفاخر ليبقى رمز من رموز هذه البلد من أجل تونس وتحية تونس اشتركوا في القناة